موسيقى بنرجع من ذاكرة الشروق وحن نتواصل عبر فقراتنا بالتأكيد ويعني إقاعاتنا السودانية المختلفة وثقافتنا السودانية وكيف نشرها للعالم الخارجي والتعرب على عادات وتقاليد الشعوب السودانية والقبائل السودانية واللغات السودانية سواء كان من خلال الغناء السوداني سواء كان من خلال الحارة السودانية وحتى أدوات الرقص يا أحمد يعني ممكن من خلال إقاع معين كده يعني يوريك أنه دير حتة فلانية في السودان في رمزيات شعبية كثيرة جدا بتتخربها للثقافة السودانية الشعبية جزء كبير منها مرتبط بمواسم وجزء آخر مرتبط بقبائل وأقاليم سودانية حريم شير تحي للصعيد أو للنيل الأزرق الوازاة واحدة من الموروثات والمكنونات الشعبية المهمة جدا بالنسبة للسودان والنيل الأزرق تحديدا رقصة الوازاة هي حيكون التقرير القادم تتنوع الثقافات والبيئات في ربوع السودان المختلفة ويقابل هذا التفرد والتنوع من موروث شعري وغنائي وموسيقي يقابله تفرد وجمال كهذا الذي نراه في بكوري بمحلية جيسان فالمناسبة ختام ورشة فنية تشكيلية جاءت فرقة الوازاة لقبيلة البرتا بمرمز وانفعل الجميع تجاوبا ورقشا وتلثيقا الوازاة عطر التاريخ وعبق الماضي الذي تفخر به ولاية النيل الأزرق وعلى حافة خرتمد الذي يطرأ لنا من على البعد انتزج هؤلاء يقاعا ورقشا ونغما ربما يختلف من قبيلة لأخرى في دلالته ولهجته ومن ثم في طريقة أداء الراقشين والعازفين ولاية النيل الأزرق توصف بأنها من أثر مناطق السودان بالمواد الفلوكلورية والآلات الموسيقية الوترية والهوائية التي تميزت بها مجموعات بعينها لارتباطها الوثيق بالحياة الاجتماعية والتقاليد والعداد مما جعل لها أزمانا ومواعيد محددة لعزفها ذكرت روايات أن الوازاء بدأت عند الكواملة أو القواملة وهم أول من اخترع الوازاء ويسكنون المنطقة المتاخمة لحدود الحبشة ويسمون مجموعة الآلات المستخدمة بالوازاء وكذلك الرقصة أو اللعبة لكن التسمية الشاملة للوازاء هي الزنبارة وفادت مصادر لكاميرو الشروق أن منطقة جيسان هي مقبعها الأصلي والأشهر لصناعتها بينما يعتبر فصل الشتاء هو الأفضل لصناعتها تتكون الوازاء من ثلاث عشرة قطعة إضافة للغرباء والصفار البلدية بينما تتكون الفرقة الكاملة من 12 آلة تتراوح في أطوالها يحمل كل واحد من أفرادها زنبارة صغيرة والزنبارة عبارة عن عود مجوف ينفخ عليه من فتحته العليا بينما يقف وسط العازفين عازف آخر يحمل زنبارة كبيرة تكونت حلقاتها من الجرع أو البخس بينما يحمل أحد العازفين تشكوشا في يده لحفظ الإيقاع الصادر من العازفين على الأعواد التي تأخذ شكل الزاوية الحادة يضعونها على أكتافهم ثم يضربون عليها وأثناء العزف تتحرك النسوة مرة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف دون اضطرام على إيقاعات تصنع آلاتها وتجمع بطريقة خاصة دون اختلاف الطفيف في بعض مفرداتها من قبيلة الأخرى إلا أن الكل هنا وهناك تجاوب مع إيقاعها الذي اتسق مع إيقاعه الداخلي ورسم لوحة فلكلورية امتزجت ألوانها واتسع إطارها ليسعى الجميع موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر